يستمر الوضع الوبائي في الهند بالتدهور في الأوينة الأخيرة وتواجه الأنظمة الطبية والجنائزية في العديد من المناطق ضغوطاً كبيرة وأفدت صحيفة هندستان تايمز يوم الجمعة بسرعة ارتفاع عدد الطلبات على شهادات الوفاة في لكناو عاصمة ولاية أورتاش براديش كما تسبب نقص الموارد الطبية بأن يواجه العديد من الهنود عدم وجود مكان للحصول على العلاج الطبي ما تعمي بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ عشرة أيام والآن تم تشخيص عمتي وهي في حالة حرجة تواجهنا إلى 19 مستشفى لكن لا توجد أسرة فيها في الوقت الحاضر لا يمكن الوصول على سرير عناية مراكزة في مدينة يضلح كلها إذا كان لدى أي شخص معلومات حول الأسرة الشاغرة يرجى إخبارنا بذلك وسنكون ممتنين ومع ذلك في مواجهة الوضع الوبائي سريع التدهور لم يتعزز الوعي بالوقاية من الوباء لدى العديد من الهنود العاديين وذهبت لوائح الوقاية من الوباء سدى على الرغم من أن نيو ديله تخضع حاليا للإغلاق لأنها لا تزال تشهد ازدحاما في سوق كبير للفواقه والخضروات في جنوب نيو ديله ويتواجد البعض دون ارتداء كمامات أو ارتدائها بشكل غير صحيح كما لم تجري عمليات التطهير تدبير الإغلاق بدأت منذ تفشي الوباء في العام الماضي لقد كنا هنا لم يحدث شيء نرتدي الكمامات خفا من الغرامات وإلا فإننا لا نرتديها كثير من الناس هنا لا يرتدون الكمامات ولا شيء يحدث حتى الآن نظرا لضعف الوعي لدى السكان الهنود لا سيما في المناطق الريفية النائية قدر خبراء من منظمة الصحة العالمية سابقا أن العدد الفعلي للحالات المؤكدة والمتوفى في الهند قد يكون أعلى بخمسة إلى عشر مرات من البيانات الرسمية ترجمة نانسي قنقر